فقرة ضيف لهذه النشران وخصصها لملف الإرهاب في العالم ومن متوقع هذا العام بعد أن وصل الإرهاب وذئابه المنفردة ضرب عدة مناطق حول العالم خلال العام 2019 للتفصيل في الموضوع معنا من رباط الدكتور محمد بن حموم الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور بن حموم مساء الخير أهلا بك سنة سعيدة لك كيف ترى المرحلة التي مرت بها التنظيمات الإرهابية خلال العام 2019 أهلا وسهلا محسن سنة سعيدة لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات لقناة ميديان تيفي أكيد أن السنة التي انطلقت سنة 2020 هي على إيقاع ما عرفته سنة 2019 من عمليات إرهابية في العديد من المناطق وإن كان ضروري تسجيل نقطتين أساسيتين النقطة الأولى هو أن السنة الماضية عرفت تراجع في عدد العمليات الإرهابية وكذلك تراجع في عدد الضحايا هذا تراجع لا يعني أنه ربما تراجع ملموس بشكل كبير جدا ولكن بالمقارنة مع السنوات السابقة التي عرفت للأسف شديد عمليات إرهابية بأرقام هائلة وعدد من الضحايا كذلك أكيد بأن هذه السنة ستعرف للأسف شديد استمرار لعمليات إرهابية قد تحدث في العديد من المناطق ومنها ما قد يستمر في ربما ولائه للتنظيمات الجهادية خاصة وأننا نلاحظ بأن العديد من المقاتلين الإرهابيين الذين كانوا يتوجدون بسوريا والعراق انتقلوا إلى منطقة الساحل والصحراء وشاهدنا خلال الشهور الأخيرة وتتبعنا العمليات الإرهابية المتعددة التي عرفتها العديد من دول منطقة الساحل والصحراء أسوأ بوركينفاسو أو مالي أو كذلك النيجر أو تشاد فبالتالي يبدو أن نشاط هذه التنظيمات الإرهابية في هذا المجال من الصومال إلى نيجرية إلى الشريط الساحل الصحراوي برمته قد يستمر ويبدو كذلك بأن الخلايا النائمة والذئاب المنفردة كما أتفضلت ستسعى لأن تقتنص بعض الفرص التي قد تتاح لها لإنجاز عمليتها الإرهابية البشعة ما تفسير استقواء بعض التنظيمات الإرهابية في مناطق مثل هذه المنطقة التي أشرت إليها الساحل والصحراء بإفريقيا هل هي بالضبط وفقت عودة المقاتلين أو الإرهابيين من مناطق مثل العراق وسوريا نحن نعلم بأن منطقة الساحل والصحراء للأسف الشديد هي منطقة رخوة منطقة رمادية منطقة شاسعة وقاحلة ومنطقة تفسح الكثير من الفرص للإنكفاء والاختباء وتمنح كذلك الكثير من الفرص أمام غياب من جهة سلطة دول هذه المنطقة على مجموع ترابها وكذلك الصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية والدفاعية لهذه الدول لمواجهة هذا التهديد اللا أتمتلي ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتي كذلك تغلغل التنظيمات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية لأننا نعلم بأن هناك نشاط كبير للتنظيمات الإجرامية في هذه المنطقة سواء المرتبطة بها بتهريب الأسلحة أو كذلك تلك التي تنشط في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أو تلك التي تنشط في الإتجار بالمخدرات فبالتالي هذا التعاون وهذا العمل المشترك بين التنظيمات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية يبدو أنه سيستمر وسيمنح فرصا لهذه التنظيمات لتبلغ بعض أهدافها وهي النيل من سلطة دول المنطقة وذلك دكتور رغم رحيل عدد من القادة بالنسبة لهذه الجماعات الإرهابية عبر العالم بالتالي إلى أي مدى تتأثر أو تأثرت هذه الجماعات الإرهابية برأيك بعد فقدانها للقيادات وعلى رصيم أبو بكر البغدادي أكيد بأن عمليات قطع بعض رؤوس وقيادات هذه التنظيمات يلاحظ بأن تأثيرها وإن كان له وقع فيما يرتبط ربما بالتنظيم أو بما يمكن أعتباره قوة الضرب لهذه التنظيمات فهي يعني عودتنا أن لها قدرة كبيرة على أنها يعني تعود لتحيا من الرماد وتعود يعني لتنظم نفسها وتعود يعني لتتهيكل بشكل يعني أعطاها إلى غاية الآن نوع من الاستمرار لا يمكن فقط أن نركز بالنسبة إلى 2020 على يعني التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركات الجهادية ولكن يبدو أن سنة 2020 للأسف الشديد قد تعرف تنامي يعني التنظيمات الإرهابية المرتبطة باليمين المتطرف في الدول الغربية خاصة بيعني أوروبا وأمريكا فلاحظنا خلال 2019 يعني العديد من العمليات التي قامت بها يعني أو نسبت لهذا اليمين المتطرف العنيف ويعني يمكن اعتبار يعني سنة 2011 وما قام به أندرس بيفيك في النورفيج من عمل بشع هو يعني دفع الكثيرين للقيام بعمليات موجهة ضد المسلمين موجهة ضد اليهود موجهة كذلك ضد المهاجرين ولاحظنا يعني ما تعرض له المكسيكيين مؤخرا وكذلك أعمال نيوزيلاندا والهجوم على المسجد والعديد من الأعمال الإرهابية التي ذهب ضحيتها يعني مواطنون بديانة يهودية سواء في أمريكا وغيرها فبالتالي من المرتقب أن هذا يعني النوع من الإرهاب المرتبط باليمين المتطرف أن يعرف تنامي أكبر خلال سنة 2020 وربما ما بعد ذلك لأن التركيز الذي كان لغالب الأجهزة الأمنية الغربية كان على الحركات أو تنظيمات المرتبطة بتنظيمات الجهادية وغفل هذا الجانب من التنظيمات التي للأسف شديد اليوم أصبحت تضرب وقد تضرب مستقبلا بقوة أكبر إذن كنت سأسألك دكتور فقط ولو في دقيقة كيف تقيم ردة فعل المجتمع الدولي إذا ظاهرة الإرهاب خلال السنة التي ودعناها لقد أصبح الوعي الجماعي لدى المجتمع الدولي واضحا وجميع الدول أصبحت مقتنعة بأن التهديد الإرهابي هو تهديد شمولي وأن الرد ينبغي أن يكون كذلك وبالتالي يعني إعطاء مجال أوسع للتعاون الدولي أكيد بأن التزام الدول وانخراط الدول في هذا المشروع هو متفاوت ولكن يبدو بأن هناك الآن على المستوى الدولي رغب أكبر في العمل المشترك وفي تبادل المعلومات الاستخباراتية في تبادل وتقاسم التجارب والخبرات في تبادل التجارب المرتبطة بمكافحة الإرهاب وهو ما يفسحه للتعاون الدولي مجالا وأفقا يمكن من خلاله مواجهة ظاهرة الإرهاب التي للأسف شديد تعتبر وقد تعتبر آفة للقرن الـ 21 أشكرك جزيلا شكرا الدكتور محمد بن حمو الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية شكرا لك